يعني كنت عايز أبدأ معاكو بالصفقات اللي جابها النادي الأهلي واللي كانت يعني كان فيه كلام كتير جدا عن الصفقات ومبالغ ومش عارف ايه وصفقات كتير الحمد لله النادي الأهلي عايز أقول لكم لجنة الكرة مين اللي فيه يعني لجنة الكرة بيرقصها لأسطورة كابتن محمود الخطيب اسمه الواحده كفايا كابتن عبد عزيز عبد الشافي عضو لجنة الكرة كابتن علاء عبد الصادق عضو لجنة الكرة كابتن علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية اللي بتضم كابتن حمدى براضي وبتضم كابتن ناجي خليل وبتضم الكابتن هشام حنفي معاهم مهندس صفقات الرجل الكبير الجميل الراجل اللي كلنا ما بيكبر دايما بيهزداد خبرة وانا بقول يعني ودايما بقول اللي عبته المفضلة هو زهر كتير المقالب ومعاه عصام صراج الدين خلاص كابتن الخطيب احنا قلنا خلاص يعني ما ينفعش ان احنا نتكلم عن كابتن الخطيب خالص في الكرة تحديدا كمان كابتن عبدالز عبد الشافي برضو حاجة علم من أعلام نادي الأهلي كابتن علاء عبد الصادق وعايز اتكلم عن كابتن علاء عبد الصادق بصراحة كابتن عنها قد تصادق أجماعة دايماً الراجل ده بيطلع مظلوم في الآخر دايماً بيقوّل عليه حاجات تطلع عليه أقويل ما لهاش أي أساس من الصحة الراجل ده بيشتغل من ضمن الناس اللي أنا عرفتهم في حياتي وتعاملت معهم بيشتغلوا من غير ما يتكلموا خالص واللي بيشتغل من غير ما يتكلم خالص في ظل مناخ بيبقى معظم وملوس دايماً بيبقى مظلوم في الآخر لكن لازم نديره حق الراجل ده كان يعني ليه ضدر كبير جداً جداً في الصفقات الجامدة اللي اتعاملت في النادي الأهل أنا بقول لكم راجل بتكلم راجل بيشتغل ما بتكلمش مش على طول بتكلم راجل بيشتغل وبس عشان كده هتلاقوه دايماً ساكت مش هتحسوا بيه أول لكن بيعمل حاجات كثير جداً ولازم حقه إن احنا نقول عليه الكلام ده كابتن علاء ميهوب راجل بيلف هو لجنة الفنية عشان يطلعوا أو يجيبوا النادي الأهلي أحسن المواهب وأحسن اللعيبة أعماراً وفناً كمان أو فنياً معاهم طبعاً المهندس عدل القيعي مهندس صفقات برضو يعني منفعش نتكلم عن الراجل ده يعني خبراته وتاريخه ومقلبه كتير جداً جداً فمش عايزين نتكلم على هذا الرجل يعني حقه معروف واسمه معروف مع سمسة راجل الدين حاجة جميلة جداً شاب بطموح جداً جداً برضو من الناس اللي بتشتغل ومتتكلمش وظلم في الفترة الأخيرة وأنا دايماً بقول أو دايماً بحب أدي كل واحد حقه عسام سراجل الدين راجل بشتغل من غير ما يتكلم بينفس تعليماته وبرضو بيجيب اللعيبة بمنتهى الهدوء وبيجيب اللعيبة النادل الأهلي عايزة فلجنة كاملة ومنظومة كلها عرفة هي بتعمل إيه فما فيش أي قلق خالص ما تقلقوش تعالوا نشوف بقى الصفقات اللي جابها النادل الأهلي وعلى رأسهم طبعاً النجم الكبير الكابتانو اللي نور نادل الأهلي النهاردة وفرح كل جميعين نادل أهلي الكابتن الكبير حسام غالي اللي نور بيته مرة تانية وإن شاء الله يعني يلعب زي ما يلعب ويبطل في بيته